خليني اساعدك في ان انا احللك اكزامبل قريب من اللي انا طلبته منك لكن هنعمله احنا بطريقة مختلفة يعني احنا بدل ما كنا اول رقمين بنجمعهم على بعض وبنطرح منهم التالت احنا نعمل حاجة جديدة احنا هنضرب اول رقم في التاني ونجمع عليه التالت دي حاجة مختلفة شوية عن اللي انا اديتها لك لكن مش بعيدة فاخدنا نكريت بروجيكت كونسول اب كريت هنسميه اه ماس ماس اللي هو ماسيماتيكال يعني ماس كالكوليشي اللي هي عمليات الحسابية ازاي بتتمنج يعني ودي حاجة جميلة اوي احنا عايزين نتعلمها يعني في الشغل بتاعنا كريت الراجل عملي كريت البروجيكت قطر الف خيره هنمسح الحاجات اللي هو بيديها لنا دي مش عايزينها بص عايزك تتعلم تشتغل بطريقة معينة ان انت دايما تكتب خطواتك يعني بص انا هكتب خطواتك ولكم يوزر تو ابليكيشي بعدين هنا بص هكتب ايه بقى هقول له هنا دي كلير يور فاريابلز يعني انا دلوقتي هكتب الخطوات اللي انا همشي عليها وهنفذ الخطوات دي عشان لو انت لسه بتبتدي في البرمجة ومتلغبت في الخطوات فالكتابة كتابة الخطوات توضح لك اكدر read variables from user هنقرأ variables make mass calculation العملية الحسابية هنعملها print output through user هطبع output لليوزر يعني الموضوع في منتهى الجمال طيب عشان عشان نولكم اليوزر هنقول له welcome to mass calculation in c plus بلس ومتاز جدا كده احنا رحبنا باليوزر خلينا بقى declare variables هنعرف integer integer مثلا first number انا عايز اكتبلكو حاجات تانية عشان انا مش عايز اعودكو على first number دي خلينا نقول آآ لأ first first number we second number we third number عرفنا ثلاثة. عايزين نقرأ الفاريابلز يدي من اليوزر. فلازم قبل ما نقرأ اي فاريابل نعرف اليوزر احنا هنقرأ ايه. كولوم كولوم سي اوت. اطبع لنا يا عم سي اوت. هيقول لنا. طبعا انا كتبت من غير ما اخط ايه? من غير ما اخط الكوتيشن اللي هي علامة السترينج. وما فيش اي سترينج ينفع يتكتب في السي بلس بلس من غير علامة الكوتيشن دي. وطبعا السلاش ان عشان ينزل لنا سطر. طيب ده كلام ممتاز جدا. بعدها على طول هنعمل سي ان. استي دي كولون كولون سي ان. وبعدين نقول له سي ان المين للفرست نمبر. هندخل الفرست نمبر. حلوة اوة. بص بقى نفس الستراكشور ده. هنمشي بي. عشان الساكنت نمبر. وعشان الساكنت نمبر. احنا بس بس. ساكنت نمبر. بعدين انتر سايرت نمبر. انا نقول له سايرت نمبر. كده احنا قرينا الارقامة. قرينا اول واحد. تاني واحد. تلات واحد. وفي كل مرة قبل ما بنقرأ الرقم بنعرف اليوزر احنا. احنا عايزين منه ايه? طيب نيجي بقى للكالكوية. انا ممكن اعرف بتاع الكالكوليشن ده ممكن اعرفه هنا فوق وممكن اعرفه تحت. هنا عندنا ارور. فخلينا نعمل دي. هنا بيقول ايه? طبعا هنا فيه ارور. فلازم ارور نقرأه. بيقولك ايه بقى? ميسينج كولوزنج كوتيشن. يعني هو. بيقولك الكوتيشن الكولوزنج مش موجودة. اعتقد المشكلة جانا في دي. اه المشكلة في ال بلاس بلاس. يعني هو ال بلاس. هو اتعامل معها على ان هو بيعمل نيو سترينج. اه فخلينا ايه? نعملها كده بس. طيب اه دلوقتي احنا اه ممكن اللي هو بتاع الريزلت ده. ممكن اعرفه هنا بالمناسبة. يعني ممكن الريزلت اعرفها هنا. اه ما فيش اي مشكلة خالص. وممكن اعرفها تحت. الفرق بان انا اعرفها فوق. وان انا اعرفها تحت. هي عملية ميموري مانجمنت. ان هنا انا حملت الفريول ده في الرامة. مع ان انا لسه مش هستخدمه دلوقتي. فانا ممكن اعرف الفريول في كله قبل ما استخدمه بس. ده بيدي لك بيتر ميموري مانجمنت. بس ده كل الفكر. انما عادي جدا انا اعرفهم كلهم جنب بعض. او اعرف كل واحد في مكانه. انا حر. فيش اي مشكلة خالص. انا اللي بكتب الكود وانا اللي بكتبه بالطريقة اللي تعجبنا انا. انا الديفوليبر. انا الريز هنا. فانا هكتب الكود بالطريقة اللي تعجبتي. حدش ليه عندي حاجة. طيب. ميك يور ماس كالكوليشن. الماس كالكوليشن بتاعتي بتساوي. هضرب اول رقم في التاني. فرست نمبر. هضربه. علامة الضرب في. السكند نمبر. بعدين هجمعه على الرقم الثالث. السير دي نمبر. تعالا كده نشوف النتيجة ممكن تبقى ايه. طبعا تبصت نسيت السيمي كولم. طبعا تنسى كولم زي كده. هنا بقى هنبرنت لليوزر النتيجة. لاحز ان انا بكتب كل حاجة تحت الكومنت بتاعها. واحب ان انت تعمل كده زي بالمناسبة لان ده هيساعدك اول. اه بص شوف انا الاستعجال. استي دي. كولم كولم سي اوت. هطلع ايه? the result is with space. بعدين اطبع ايه? ال result. اظن نتعودنا. موضوع بسيط و ما فيهوش اي مشكلة. بنقرأ انبوت من اليوزر ونطلع ايه او 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 اليوزر بنقرأ انبوت من اليوزر ونطلع او 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 اليوزر موضوع بسيط جدا وهو ده البرمجة اللي انت بتشوفه قدامك دي هي ده البرمجة طيب انا دلوقتي هدخل اتنين ودخل تلاتة اتنين في تلاتة بكام بستة ستة وستة المفروض اتناشر صح طيب خلينا ندخل ارقام غير كده هنقول اتنين وتلاتة تمام وتمانين اتنين في تلاتة بستة تمانية وستة اربعة عشر ممتاز جيد هو كده عمل ايه ضرب الرقم ده ده وبعدين جمعهم على ده تمام بس خلي بالك خلي بالك لان العمليات الحسابية خداعة لان فيه بريوريتي فيه اولوية بيبقى فيه اولوية للعلامات الحسابية اللي هي الضرب والجمع والكلام ده يعني خلينا دلوقتي جبنا الجمع ده قبل الضرب يعني خلينا هنجمع الرقم الاول على التاني ونضربه في التالت ونشوف النتيجة ممكن تبقى دلوقتي اتنين وتلاتة اتنين وتلاتة خمسة هنضرب خمسة دي ومفروض نضربها في اتنين يبقى عشرة طلع كام طلع تمانية ا saliva طب ازاي بقى تمانيا اقول كنا ازاي تمانية يا معل تمانية لان هو ضرب اتنين في تلاتة الاول نفذ عملية الضرب لان علامة الدرب اللي هي اولوية في التنفيذ عن علامة الجمع فضرب اتنين في تلاتة بقى بستة وبعدين جمعهم على الاثنين بقى The Eight مع ان العكس انا من فروض اجمع اتنين على تلاتة يبقى خمسة تمام واضربهم في اتنين تبقى عشرة فعشان هعمل الموضوع ده علامة الضرب لها أولويه عن علامة الجامعة فهنا عشان نعمل الموضوع هعمل إيه هستخدم الأقواس كده دول بقوا لاكشة واحدة كده بقوا اللوكشة واحدة مع بعض فاللاكشة الوحدة اللي جوه القوص هتتنف جدا للأنكت있 чивها ما حض ощظي ن p la 3 فدايما مع العمليات الحسابية اتأكد انك تستخدم الاقواس انا ممكن ادي لك دلوقتي بص يعني كالكوليشن فضيعة جدا ممكن تعمل اي كالكوليشن في الدنيا طالما مستخدم اقواس ما تقلقش من اي حاجة نفس العملية هقول لك 5 و 3 5 و 3 و 8 8 و 4 بكم 32 كده طلعت معايا النتيجة مضبوطة لو عملت نفس النتيجة اللي فاتت اللي هي 2 و 3 2 و 3 5 5 في 2 10 كده النتيجة جات مضبوطة فاوعى تنسى ابدا ان انت تستخدم ايه ان انت تستخدم الاقواس في شغلك فانا كده عملت لك اكزامبل قريب جدا من اللي احنا بمفروض نعمله طبعا ده مطلع ارور بس ده مستهبل يعني ده مفوش ارور ولا حاجة فلذلك يعني مش دايما الارور ده بتعتبره ارور انا بقولك ايه missing closing quotation وانا مش شايف اي مشكلة بصراحة في الموضوع فانا هعتبر نفسي مش شايفه وانت برضو لو جات لك حاجة زي كده هعتبر نفسك مش شايفه breakpoint نجرب عشان برضو ايه نبقى متأكدين من شغلنا ادي الفاريابولز اتعرفت طبعا ادرس في الميموري طالما طالما لسه ما تحطش فيه قيمة بيجيب لك الادرس بتاعه اللي في الميموري هتأول رقم خمسة ادي اهو ايه ادي قيمة اول واحد ده بقى ليه قيمة ده لسه ملوش جايب الادرس ده لسه ملوش جايب الادرس الادرس هوا ما كانوا في الرامة خمسة في تلاتة تمانية تمانية في تسعة بص بقى دي الريزلتاي شايف ده وده لو انا دلوقتي جيت مسكت الاتنين دول مع بعض كده اللي في الكوس دول عملت كليك يمين عندي هنا حاجة اسمها quick watch quick watch بتوريلك العملية دي لما تتنفز هيبقى النتيجة بتاعتها ايه quick watch جابتلي كام جابتلي تمانية ممتاز جدا لو انا علمت بقى على دي كلها click يمين quick watch 72 quick watch من الادوات الجميلة في الديبوجينج اللي بتعرفني نتيجة العمليات الحسابية او نتيجة اللي بيحصل ايه قبل ما يحصل يعني كده بص انا لسه واقف في السطرة هو الريزلت بكام لسه بعلامة اللي ايه لسه بالادرس بتاع الميمولي لانها لسه ما تنفزتش اف عشرة اتنفزت ب72 ادي البرنامج وادي الexample واشوفك يا معلم في السكشن اللي جاي بقى ان شاء الله اشتركوا في القناة